ربتم وطابة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين إلى معرفة الصحافة لنهار اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 الموافق لرابع عشر سفر 1444 هجري جولتنا الصحافية نستهلها كمجرات العادة المنيوية يتأشروا قلت في عنوانة صدر صفحتها الأولى وكتبت ثلاث ملايين تلميذ يستفيدون من الكتاب المزدوج هذا ما كشف عنه مدير الإعلام بالدوان الوطني للمطبوعات المدرسية المكلف بالإعلام والبراي على مستوى الدوان ياسين ميرا قال توفير قرابة 25 مليون كتاب مدرسي بنسخته الثانية وطبع 44200 نسخة بكتابة البراي لصالح المتعلمين الوطني أما عمرو يقترح الاستنجاد بمتقاضي منحة البطالة للتعاقد المؤقتة كتبت أيضا شروق مشاهدين موضوع عن السردين قالت السردين فرصة أو فرصة المستهلكين وفرة المنتج في فصل الذروة تطيح بالإسلاق والمضاربة قول في الأسعار والغناء أيضا مختصون يؤكدون استقار الأسعار سيتواصل لغاية مطلع أكتوبر المقبل ورئيس غرفة الصيد البحرية المهنيونة وعون بالحفاظ على الثروة أما مدير الصيد لولاية الجزائر قال أن معدل إنتاج يومي بين عشرين وثلاثين طن عنونت أيضا الشروق عن ما كشف عنه وزير صناعة أحمد زغدار لم تصدر أي رخصة لصناعة السيارات بالجزائر كده بداية التفاوض مع شركات كبيرة جزائرية الصنع مئة بالمئة تسويق المنتجات العسكرية عبر قاعات عرضة وكتبت أيضا الشروق التحذير القمة العربية بالجزائر يدخل مرحلة الحزم التفتاح منتدى وهران العربي اليوم الأحد كتبت أيضا الشروق مشاهدين الضحايا حادثة الذي وقع بولاية الجلفة الشروق تتقص تفاصيل المتزر المرورية الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف كتبت أيضا نثق في العدالة أطلقوا صراح الصحفي حوام أحزاب ومنظمات وشخصيات بصوت واحد نثق في العدالة أطلقوا صراح الصحفي حوام في أرياضة كتبت الشروق الخضر تعرضوا إلى مؤامرة للإبعاد من المونديال هذا ما قاله الأخذر بلومي في حوار صحفية إذن اخترنا لكم مشاهدين من يومية الشروق ما تعلق بالكتاب المزدوج كتبت مشاهدين الشروق في تفاصيل هذا الموضوع ما كشف عنه المدير أو مدير الإعلام بالدوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن الكتاب المزدوج قال ثلاث ملايين التلميذ يستفيدون من هذا الكتاب نتابع تفاصيل هذا الموضوع إذا كان فقط مع الزملاء ثلاث ملايين تلميذ يستفيدون من الكتاب المزدوج ستوفر وزارة التربية الوطنية من خلال الدوان الوطني للمطبوعات المدرسية قرابة 52 مليون كتاب مدرسي بنسخته الثانية لفائدة ثلاث ملايين تلميذ لأقسام الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائي بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2022-2023 وهي الكتب التي ستبقى على مستوى المدرسة ولا يمكن التصرف فيها تحت أي ظرف في حين تم الشروع في طبعها بنسبة تجاوزت ستة بالمئة وكشف المدير المكلف بالإعلام والبراي ياسين ميرا في لقاء مع الشروق بخصوص ملف الكتب المدرسية بنسختها الثانية أو ما يصطلح عليها بالمزدوجة أنه تقرر طبع 24 مليون و40 ألف كتاب مدرسي في جميع المواد لفائدة ثلاث ملايين تلميذ لسنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائية تفاصيل كاملة تجدونها في هذا المقال في يومية الشروق في موضوع آخر أيضا نختل لكم من يومية الشروق دائما ما تعلق بالسردين ذروة الصيد تطيح بأسعار السردين في الأسواق يتم مراقبتها باستمرار من طرف فرق حرص السواحل مختصون توقعوا استمرار استقرار الأسعار إلى غاية مطلع أكتوبر القادم الأسواق المحلية عبر مختلف ولاية الوطن تشهد هذه الأيام انهيارا في أسعار السردين التي وصل سعرها إلى أقل من 200 دينار جزائري في من خفض سعر السردين صغيرة الحجم في بعض المناطق الساحلية إلى ما دون 100 دينار جزائري وهو ما أثار جدلا حول حجم الأسماك المعروضة للبيع تفاصيل هذا الموضوع تجدونه مفصلا في يوميات الشروق إلى موضوع آخر الآن أيضا ما تعلق بحبس الزميل الصحفي حوام العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وشخصيات وطنية استغربت من قرار حبس الصحفي بجريدة الشروق بالقسم حوام بعد فتح تحقيق من النيابة العامة في حق المعني على خلفية مقال خبر مطالبين العدلة بالإفراج الفوري عنها على اعتبار أن القانون الجزائري يمنع إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سلبة للحرية المجلس الوطني الصحفيين الجزائريين حبس زميل مخالف لنص دستور أما الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلامين الجزائريين متضامن مع الصحفي حيث أعلن عن تضامنه المطلق مع الصحفي بالقسم حوام من جهيدة الشروق التي لطالما أثرت الرأي العام ودافعت بشراصة عن قيم ومبادئ الشعب الجزائري مثلما ولد في بيان صادر منها الرابطة الجزائري لحقوق الإنسان قالت أن الدستور يمنع سجن الصحفيين الوزير الأسبق رحى بيودين وحبس الصحفي أيضا صحفية الشروق زميل حوام حيث أدان الحبس المؤقت على خلفية مقال صحفي مشيرا أن الجهات المعنية كان يكفيها نفي المعلومة من دون الوجوء إلى هذه الممارسات المعالق الرياضي أيضا حفيد الراجي قال الحرية للزمير بالقاسم حوام في منشور له على صفحتها الخاصة في الفيسبوك حزب جيل الجديد قال إداء الصحفي الحبس يطرح تساؤلات قانونية أيضا حركة حماس قالت حبس الصحفي الشروق يمس بحرية الرأي والتعبير أما حركة البناء قالت نطالب بالإطلاق الفوري للصحفية الشروق حوام وكذلك قدماء الكشافة الإسلامية كتبت نلتمس من القاضي الأول للبلاد التدخل في هذه القضية من جهتها جمعية العلماء أيضا تطالب باحترام الإجراءات القانونية ودعا مسؤول العلاقات بلجنة الإغاثة بجمعية العلماء المسلمين كريم رزقي السلطات المخاولة نظر في قضية الصحفي بلقاسم حوام إلى احترام الإجراءات القانونية في قضية الصحفي الزميل بلقاسم حوام إذن مشاهدين من الشروق نتحول بكم الآن إلى يومية الخبر الخبر أيضا عنونت في صدر صفحتها الأولى وكتبت إذن الخبر كتبت في صدر صفحتها الأولى عنوين عديدة بالبند العريض سنة ترك تسترجع زمام المبادرة أغلب الاكتشافات تمت أو تم بفضل المجهودات الخاصة للشركة ثمان اكتشافات هامة للمحروقات خلال السنة الحالية سعيد بغول قال أن السنة ترك أثبتت جدارتها في غياب الشركات الأجنبية أزمة الطاقة بين موسكو والغرب مرشحة للاستمرار والجزائر مستعدة للحوار مع الأوروبيين كتبت في التربية تحويل الترميز بين المؤسسات التربوية تداء من اليوم الأولوية للمقيمين في محيط المدرسة وأصحاب الأمراض المزمنة والمعاقيم وأيضا في الشأن الدولي كتبت الخبر البيرو تجدد اعترافها للصحراء الغربية كتبت بالعنوان انتكاسة جديدة للديبلوماسية المغربية فضيحة والصفارة الإسرائية تخرج المغاربة إلى الشارع أغلبهم من المهاجرين السودانيين سبعون مفقودا في مذبحة ميلية في الرياضة كتبت مدرب المنتخب الوطني لأقل من سبعة عشر ألز قرمان قال لم نسرق اللقب العربي ونستهدف القاري وأيضا اللاعب مسلم أناتوف أفضل لاعب في كأس العرب وقال يوجد في تندوف ما لا يوجد في العاصمة إذن هذه العنوان وأخرى تجدونها مشاهدين مفصلة في يومية الخبر صادر اليوم الأحد الحادي عشر سبتمبر إلى جريدة أخرى جريدة المشوار السياسي الأخرى عن ونت عن ما كشف عنه وزير صناعة أحمد زغدار قال هذا هو جديد ملف السيارات إمكانية تجميع شركات سابقة للسيارات وإعادة دمجها وأيضا محور آخر الحفاظ على تسعة ألاف منصب شعر في المؤسسات التي تمت مصادرتها في إرهاب الطرقات أيضا كتبت المشوار السياسي ارتفاع خاصلة المتزل المرورية بالجلفة أودت بحياة إحدى عشر شخصا بينهم طفلان وأيضا كتبت عن الحصيلة حصيلة حوادث الطرقات خلال 48 ساعة وفات خمسة عشر شخصا وإصابة أربعمائة وسبعة وخمسين آخرين بجروح وزارة الفلاحة توضح الجزائر تصدر ألاف الأطناء من الطمور ولا كميات مرجع المبداية النباتية صحية ولا خطر يأتي منها كتبت أيضا عن مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ملفات ثقيلة على طاولة مجلس الوزراء يترأس رئيس الجمهورية وأيضا كتبت تابون يهنئ الملك تشارز الثالث أفراد الجيش يحملون الجزائر في قلوبهم الفريق أول شانجريح يؤكد خلال تكريم الفريق المشارك بأوزباكستان الرياضة العسكرية قطعت أشواطا بعيدة محور أيضا خلال هذا الموضوع تجدونه مفصلا في يومية المشوار السياسي من المشوار السياسي مشاهدين نتحول بكم الآن إلى الحوار أيضا الحوار كثبت في صفحتها الأولى زغدار شركات عالمية لتصنيع السيارات في الجزائر أكد أو أكد عدم تسليم أي رخصة لاسترادها كتبت أيضا عن حوادث المرور أسبوع دام أزيد من 18 قاتلا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة وفات 11 شخصا من قلوب سيارة بالجلفة ومجلس الوزراء يدرس عرضا حول أمن الطرقات وأيضا تطرقت إلى فوج عمل لوقف إرهاب الطرقات كتبت أيضا عن ما كشف عنه وزير الخارجية رمطان العمامرة قمة تاريخية تجمع شمل العرب أيضا كتبت المؤسسة الناشئة محرك أساسي للاقتصاد الوطني لها دور أساسي لتحقيق الإقلاع وعنوين أخرى أيضا مشاهدين تجدونها مفصلة في يومية الحوار اخترنا لكم جانبا من الحوار الذي أجرته الجريدة مع عبدالوهاب بنيه مسير الشركة الدولية للاستشارة والتسويق للحوار قال بروناتا المخزن يصعون لغلق أبواب السوق الإفريقية في وجه الجزائريين حيث أكد بأن أو مسير الشركة الدولية للاستشارة والتسويق ومستشار أيضا في الفضاء الإفريقي بالمركز الجزائري رجال أعمال والمتعامل الاقتصاديين عبدالوهاب بنيه في لقائه مع الحوار أن الاستعانة برجال الأعمال القاطنين بالمناطق الحدودية وكذا الشيوخ الزوايا وإنشاء مديريات التجارة على الشريط الحدودي من الشروط الضرورية التي تمكن الجزائر من الاستحواذ على الأسواق الإفريقية مشير إلى أن التجار المغاربة يستخدمون جميع الحيل لغلق أبواب السوق الإفريقية في وجه التجار والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحوار كاملا تجدونه في يومية الحوار إلى جريدة أخرى مشاهدين الموعد اليومي عنونت ما أكده وزير الخارجي رمطاند العمال الجزائر مستعدة لاحتضار قمة عربية تاريخية توحد العرب الجزائر تحتضن جولة جديدة من الحوار الفلسطيني أكتوبر القادم كتبت أيضا الموعد اليومي الرئيس تابون في موسكو قبل نهاية السنة هذا ما كشف عنه السفير الروسي الجديد في أول لقاءته مع الصحافة روسيا لا تعارض زيادة صدرات الغاز الجزائري وأيضا محور آخر تعزيز التعاون في الطاقة النفط المناجم والثروات الطبيعية كتبت أيضا الموعد اليومي الجزائر في اتصالات مع شركات كبرى الاستثمار في تصنيع السيارات زغدار يدعو لرفع القيود البيروقراطية لتحسين مناخ الاستثمار عنوان آخر أيضا في الشانية التربوية الكتاب المدرسي مجاني لأربعة ملايين تلميذ فيما قال وزير التربية بالعابد أنه تم تجهيز ألف وستمائة وتسعة وعشرين مدرسة بالألواحي الإلكترونية اختنى لكم مشاهدين من يومية الموعد موضوع في الشأن المحلي موضوع في الشأن المحلي يتعلق أو اختنى لكم طبعا موضوع في الشأن المحلي المصالح الولائية بعنابة ترافق المستثمرين الجدد لاستكمال نشاطهم قبل نهاية السنة الجدي الجاري أقول هذه الأيام السلطات الولائية بعنابة ترافق المستثمرين الجدد لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بملفاتهم وتحديد خصوصية نشاطهم قبل نهاية السنة الجارية من أجل الانطلاق الفعلي في تدسيد المشاريع الصناعية على مستوى ست بلديات منها عنابة الحجار البوني برحال وغيرها بالإضافة إلى تنفيذ مخطط الاستثمار في المناطق الصناعية التي دخل منها إثنتين حيز النشاط والمتواجدة بعين الباردة مشاهدين كانت هذه أهم الجرائد الوطنية اختلا لكم طبعا من الجرائد العربية جريدة الشرق الأوسط الشرق الأوسط عنوانات روسيا تقرب نكسة في حربها الأوكرانية أعلنت انسحابها من بلدات مهمة بعد تقدم سريع لقوات كياف اعتقاض باطسوريين بتهمة التعاون مع إسرائيل تحذير من خلافة ثانية لداعش في مخيم الهول عنوان آخر اتهام الأوروبي لإيران بتصعيد نووي مستمر الحرص الثوري يحتجي السفينة في الخليجة عنوانة أيضا تشارلز الثالث يبدأ عهده بمشاورات مع أساس البريطانيين كتبت أيضا الشرق الأوسط حزب الله يصف اليونيفيل بقوات الاحتلال بعد تعديل مهامها في جنوب لبنان وأيضا في ذكرى هجمات الحادي عشر سبتمبر كتبت الشرق الأوسط الهدل ما زال الإرهاب عدو أمريكا الأول إذن مشاهدين كانت هذه أهم العنوين التي جاءت في مختلف الصحف الوطنية والعربية وصلنا إلى نهاية معرض الصحافة لنهار اليوم أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء